تستمعون إلى قصة بيت العيلة بقلم دكتور نبيل فاروق سعل حسني مرتين وهو يدخل بيت العائلة الريفي القديم لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات بيت كبير أثاثه قديم وجدرانه مطلية بالجير ومازالت تحمل صور القدامة أجداده وأجداد أبيه وأعمامه وطأت ترابة الكثيفة في حذر فهتف عويس الخفير من خلفه الدار دي محدش دخلها من سنين يا باشي سأله حسني في صرامة ومحدش كان بينظفه ليه تردد عويس قليلا قبل أن يجيب في حذر محدش طلب ننظفها يا باشي قال حسني في حنق هو لازم حد يطلب من تغفير المزرعة بقلت سنين ومعك مفاتيح البيت فقل لي ما يخلكش تيجي تنظفه على طول تردد عويس مرة أخرى كيف يا باشي أنا بقيت رجل عجوز أنا ما طالبتش أن أنت تيجي تنظفه بنفسك ومن هيرضى يخش المكان ده يا باشي فما تراجع في سرعة مستدركة جصدي جصدي لم يجد جوابا فهتف به حسني في صرامة إن إيه تلفت عويس حوله وهو يهمس بصوت نافس جسده ارتجافه الدار مسكونة يا باشي حدق فيه حسني مستنكرا أنت بترقى مهفوف أنت أجابه عويس مرتجفا بقول كل اللي الناس هناها عرفاه يا باشي الدار مسكونة أكم من واحد شافه جنية ماشية جواه وفي إيدها شمعة كبيرة الوقت بيقومي بصيلها وتومت لفتت له بعينها اللي بتطج شرار الجنن وهو ماشي زي المجذوب في شوارع البلد إيه سزاجة والعبط اللي انتوا فيها دي عشان تصدقوا قصص زي دي هتفعويس اسأل أي حد يا باشي لحظ حسني في هذه اللحظة فقط أن عويس لم يدخل الدار كان يقف في شرفته الخارجية فحسب ما تدخل البيت يا رجل انت وانسى الخزع بلد دي هتف به حسني في غضب ولكن عويس ارتجف أكثر وهو يقول لم أغز يا باشي أنا ما أقدرش ما تقدرش تابع عويس وكأنه لم يسمعه وجسده كله يرتجف ولو تاخد بنصحتي ترجع على مصر وما تخشش الدار دي شعر حسني بغضب شديد في أعماقه وهو يقوله في حدة بتقول يا مهفوف انت بتحاول تمنعني من دخول بيت العيلة تراجع عويس مصدوما أنا حشى لله يا سيدي وابن سيدي أنا قلتلك عشان بعتبرك زي ابني قال حسني في عيناد وأنا هباتي النهاردة في بيت العيلة وعايزك تدور لي على حد يجي ينظف البيت مستحيل يا باشي المغرب هتقدت الناس هنا بتخافت عد جدام الدار بالنهار فما بالك باجى بالليل ثم مال نحوه وبدأ صوته أقرب إلى البكاء وهو يضيف عشان خطر يا باشي ما تبادش هناه تملك العناد حسني فقال في إصرار لا هباتي الليلة دي هنا حتى لو البت مسكن بألف عفريت بدعويس وكانه على وشك البكاء وهو يقول الله يحفظك ويحميك يا باشي الله يحفظك ويحميك ثم استدار وابتعد مهرور تاركا حسني وحده يتساءل ماذا فعل بنفسه؟ لقد غلبه عناده ودفعه إلى الإصرار على أمر ليس بمقدوره احتماله ليس لأنه يخشى الأشباح أو حتى يؤمن بها ولكن لأن البيت مغمور بالتراب ولا توجد به كهرباء ستكون ليلة طويلة طويلة جدا بحث في المكان عن شيء يشعله حتى عثر على مصباح جاز قديم كان من حسن حظه ممتلئا فقرر إشعاله مع مغيب الشمس وفي صعوبة استطاع تنظيف فراش جده لنومه وما مغيب الشمس كان مرهقا بحق فأشعل مصباح الجاز على مائدة صغيرة في الحجرة واستلقى على الفراش وسرعان ما راح في سباة عميق ثم استيقظ فجأة استيقظ على وقع أقدام تسير في الصالة الخارجية فتح عينيه واعتدل على طرف الفراش في حركة سريعة قبل أن ينعقد حاجباه في شدة هناك عند حافة باب الحجرة السفلي كان هناك ضوء يتسرب ويتحرك ضوء شمعه استعاد ما سمعه من ويس فسارت في جسده ارتجافه وشعر بالبرد يتسلل إلى أطرافه ثم انتفض جسده كله في عنف فعبر الحافة السفلى للباب رأى ظلا يقطع الضوء لحظة ثم يبتعد ويخفت أهذا معقول؟ أه يمكن أن تكون هذه هي الجنية التي روى له عويس قصتها؟ لا، مستحيل إنه لا يؤمن بتلك الخرافات هناك حتما تفسير ما تفسير منطقي أو علمي أو ربما هو يحلم ربما هو كابوس ما قرس نفسه في قوة فشعر بالألم في وضوح لا، ليس كابوسا إنه مستيقظ بحق حسني انتفض جسده مرة أخرى عندما سمع ذلك الصوت الأنثوي الناعم يناديه على نحو أشبه بالهمس الصوت نداه باسمه ممطوطا ومسحوبا وكأنما يأتي من أعماق صحيقة غائرة من هناك؟ أتف بها في صوت أراده قويا صارما ولكنه وعلى الرغم منه خرج من بين شفتيه مرتجفا خائفا ومرة أخرى رأى ضوء الشمعة يقترب ويتسلل من فتحة الباب السفلي وسمع اسمه يتردد على نحو أكثر وضوحا وأكثر عمقا ثم مر ذلك الظل كدى قلبه يتوقف كما توقف الظل أمام الباب ومرة ثالثة تردد اسمه في هذه المرة لم ينطق حرفا واحدا فقد كان يرتجف ويرتجف ويرتجف مستحيل لا يوجد شيء اسمه عفاريت أو أشباح ولكن هناك شيء يقف عند باب الحجرة ظل يتحرك في خفة مع ضوء شمعة ويناد اسمه لماذا؟ لماذا اسمه؟ لا يدرك ذلك الشبح أنه تحداه هل جاء ليخيفه فقط؟ أم لينتقم؟ حسني تردد الصوت في عمق كبير وعلى نحو منطوطة للغاية فارتجف جسده كله في رعب ثم تسعت عينه عن آخرهما وكاد قلبه ينخلع من صدره فذلك الشيء في الخارج يحاول فتح الباب الأمر يتجاوز مرحلة التخويف إذن ولا فائدة من إنكار الأمر لا بد له وأن ينجو بحياته ثم يدرس الأمر فيما بعد ومن حصن الحظ أنه يقيم في حجرة من حجرات الطابق الأرضي لها نافذة على الساحة الخارجية تردد اسمه مرة جديدة جعلته يرتجف أكثر وهو يسير على أطراف أصابعه نحو النافذة التقط مفاتيح سيارته من جيب سترته في حذر قبل أن يفتح النافذة محاذرا أن يصدر صوتا عاليا ومن خلفه تحرك ريتاج الباب أكثر وبكل سرعته فتح النافذة ووثب ولم يكد يهبط على قدميه حتى أطلق لساقيه الرياح وراح يعد بكل قوته نحو سيارته ومن خلفه سمع ذلك الصوت يناديه ولكنه قفز في سيارته وانطلق مبتعدا كالصاروخ مش هيرجع تانا بدن يا باشي قالها عويس في ثقة ظافرة فابتسم عبد الجواد ذلك الثري البدين ابتسم وهو يقول أنا وصق من كده بد عويس مبهورا وهو يقول الإشعاعات اللي ساعدتك طلبت منا نشرها في البلد وبيوم اللي جبط جدك ده عشان يعمل فيها مجنون وكام حركة اللي عملناها في الدار عملت ازاي كل ده يا باشي انت سعت ابتسامته عبد الجواد الفلوس والتكنولوجيا بيعملوا المستحيل يا عويس ولو اني معرفش ليه عايز تشتري دار في حتة مكتوعة محدش يقدر يجرب منها كده يا باشي التقط عبد الجواد نفسا عميقا وقال وهو ده القصد يا عويس بس انت صعب عليك تفهم اغتصب عويس ضحكة وهو يقول حسني باشي داير يحكي لكل حكاية الجنية اللي عملت لف في الدار وفي ايدها الشمعة الجنية اللي حاولت تكتله عملتها ازاي ده يا باشي حدق فيه عبد الجواد بكل دهشته جنية جنية وشمعة امرأة تسير وكأنها شبح في الهواء على ضوء شمعة